فوجود الأنظمة والقوانين نعم موجود ضعف التطبيق نعم هناك ضعف من بعض الجهات في تطبيق القوانين هي ناتجة عن جهل أو عن غير جهل من الجهات المعنية بتطبيق القانون؟ يعني مثلا عندك مثلا التستر التجاري وزارة التجارة والاستثمار لما يجيني شخص غير سعودي ويقوم بالإعلانات في السوشال ميديا نظام مكافحة التستر ما استثنت رنشاط قال لك أي أجنبي ليقوم بممارسة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي فهو تستر تجاري ما لها تفسير آخر يعني حتى لو كنت أنا غير مختص قانونيا مثلا وجبت واحد يعني يقرأ ألف باء وقرأ النظام واضحة طيب أنتم الآن الدولة ما شاء الله تبارك الله قامت بإنشاء يعني منظومة متكاملة لمكافحة تستر التجاري طب هذولي حتى وإن كانوا يقومون باستغلال أو باستناع بعض الثغارات في الأنظمة يعني مع الأسف العيب برضو أيضا مننا وفينا يجي شخص مواطن هو من يتستر عليهم أتحدى أحد من هؤلاء الغير السعوديين أن يقوم بتوقيع عقد إعلانات أو غيرها بصفته الحقيقية تجد مباشرة يقول لك لا أنا عندي مدير أعمالي ليش عشان يخفي هويتها ما يبين إش جنسيتها ولا يبين وإش اسمها الحقيقي ولا يبين أي شيء ومدير الأعمال هذا في الأخير يأخذ لـ 5000 ريال وفي الأخير المبلغ الأساسي 200-300 ألف تستر تجاري، غسل أموال، انتحال صفات، إساءة للمجتمع وصل موضوع للانتحال الجنسية السعودي